قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا وخول وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خارطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد فيما حثت الولايات المتحدة الأمريكية أقليم كردستان والحكومة الاتحادية على معالجة الخلافات بينهما من خلال التفاهم والتنسيق المشترك وشدد السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر خلال اجتماعه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على التزام واشنطن بأمن واستقرار وازدهار العراق وكردستان في وقت بدأت سلسلة مشاورات بين المسؤولين في الأقليم ورئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي لمنع التصعيد السياسي من افتعال أزمات إضافية في توقيت دستوري دقيق وطرح رئيس أقليم كردستان خلال استقباله السفير الأمريكي قراءته لقرار المحكمة الاتحادية وكيفية إصدار القرار والخطوات اللازمة للحلول مؤكدا أن الأوضاع العراقية الحالية تتطلب من المحكمة وجميع الجهات العراقية البحث عن حلول للمشاكل وأوضح ناقليم كردستان أعرب دائما عن التزامه بحل المشاكل مع الحكومة العراقية الفيدرالية حسب الدستور وأكد برلمان كردستان في بيان أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات إدارة النفط وثروات الطبيعية يخالف أسس النظام الاتحادي ورصوص فقرات الدستور العراقي وبالنتيجة فإن مثل هذه القرارات تعتبر ضربة قاسمة للنظام الاتحادي العراقي وعملية إدارة الحكم في العراق وحقوق المواطنة ودعا تحالف السيادة برئاسة خمس الخنجر حكومتي بغداد وأربيل إلى بدء مفاوضات لحل إشكال قانون النفط والغاز لإقليم كردستان عبر الحوار اشتركوا في القناة